قبل شرح إجابة هذا السؤال أود أن أوضح أن من حق الأسرة الاطلاع على الخطة الأسبوعية واليومية لطفلهم المدرسة تقوم ببذل جهد للتعرف على مستوى آداء الطالب ومهاراته الحالية سواء كان من خلال التقييم وضع الأهداف طويلة المدى وقصيرة المدى وضع استراتيجيات وطرق التعليم لكن غالباً تبقى هذه الخطط حبيسة الأدراج أو الملفات فمن الأفضل أن تسعى الأسرة بنفسها في حالة عدم حصولها على نسخة من هذه الخطة إلى التواصل مع المدرسة للحصول على الخطة الأسبوعية تعتبر الخطة الأسبوعية من أساسيات التدريس ونحن الآن في فترة التعليم عن بعد قد يصعب على الأسرة معرفة من أين نبدأ سواء كان هذا الجانب للأسرة أو للمدرسة الأهمية هي أساس التعليم قبل البدء بالتعليم من الأفضل على الأسرة أو على المعلم التخطيط للدرس والتخطيط يشمل القيام بجميع المقاييس والتقييمات الأساسية لمعرفة مستوى أداء الطفل مهاراته الحالية أساليب التعلم المناسبة له وبالتالي تقوم المعلمة أو المعلم بصياغة الأهداف تحديد الأنشطة الأساليب التعلم المناسبة له وكيفية تقييم فيما إذا كانت المعلومة وصلت للطفل أو لا إذن الحصول على الخطة التعليمية الأسبوعية أو حتى الخطة التعليمية الفصلية جانب جدا مهم في معرفة مخرجات التعلم أطرح مثال إذا الأم والأب مشرفين على ابنهم في أحد المنصات التعليمية إذا لم يعرفوا ما هي مخرجات التعلم أو ما هي المعلومة والمفاهيم التعليمية الأساسية التي سيتعلمها الطفل في نهاية الدرس تكون عملية التعليم عشوائية بينما إذا الأم والأب مطلعين على مخرجات التعلم والهدف من الحصة الدراسية الآن يكون التعليم أفضل أيضا يساعدهم الشيء هذا على متابعة الطفل المراجعة الدورية ومعرفة المفاهيم الأساسية التي سيخرج بيء منها الطالب أو الطالبة في نهاية الحصة ترجمة نانسي قنقر